مرحباً هذا الفيديو موجه إلى عم حسن حزب الله ولكن أهم من هذا كله أرجوك أن تسمعوا كتير منيح إن كن على الفيسبوك تبعي ببليك إن كن تسمعوا راشد باك حمادي ابن الرئيس صبري حمادي أشحكي واللي عنده ممكن تعليق واحد يعمل تعليقه أنا علي أنا لحدا يعمل تعليق راشد باك ابن بات ابن بات كبير من تاريخ لبنان خلي قلكن أشحكي أنا بقدر قلكن لأني سمعته أربع مرات ولكن أنا بدي وصلكم للحايل عمي حسن بات القصيد أنا ويك أنت بتعرف وأنا بعرف وأنا عندي إثبات قللي شو الإثبات أنا رحت للرئيس سليمان فرنجي كان نايم ما كان وزير كامل باك الأسعد عين شرح له تعيين رئيس جمهورية بالاتفاقه وفليب طقلي عينوا تعيين وطلب منه تعيين سليمان فرنجي ووزير عاتوا وزارة الأقتصاد ووزارة العدلية ووزارة الداخلية بنقلي طلب كامل باك الأسعد بتحبوه بتكرهوه المستفيدين من بات سليمان فرنجي شغلية بتخسكن أنا ماني جاي يحكمكن عمي حسين بقلو لسليمان باك فرنجي أنا زيك يا باك شفت حجر بقوفي 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 إذا ما إني مخطي ما تنسوا إلي خمسين سني برا تطلعوا على الأرزة بحال ما ننعمل قبلين يمين العقل الكبير جولدمن ساكس عن إيبروم يعني يعني لما بيقوف ستانلي ستانلي فيشر وبيوف ديفيد سالومون بيطلعوا أطفال قدام بالسيم يمين وبيتحكي عليهم بالسيم قبلين يمين يفوت على الحبس كل شي بوقته كل شي بوقته وأنا بدي وصلكا للحقيقة ياللي بعد من أبقوفي منشوفها كلنا من أهدي يعني هي جزء من أهدي قلت له في حجر كأنه كأنه قبر كانت هون شخص من بات حمادة قللي وين طلوبه بقوفه وحكيت له مين روح جيبي ما بعرف موجودي عنده برات البيت بأهدي بات حمادة مثل ما قال راشد باك اليوم بالفيديو طبعه حكمه 500 سنة إذن هالمنطقة من دار الأحمر التي تطلعوا فيها أنت على بشري على أهدي أهي عمي حسان كلهم من أبناء الطائف الشيعية بيحكم آلح ماذي الكيرون البعض منهم لأسباب مرض لأسباب ما بدين يروحوا يرجعوا ويطلعوا الجبال تينزلوا تينزلوا على بعلبك الهرميل بقيوا هونيك منهم معوض حمادة أي ربيت للتاريخ وللإنسان ولعظمة الإنسان بالتفكير وبالريسارش يبرم يبحث بالتاريخ ماذا جرى بالبطون التاريخ معوض حمادة إذن بيت معوض عمي حسان وبيت جعجع أحدهم مهم كتير اتصل فيها من أستراليا من بشري اللي بيت جعجع أكتريت العيلة من أصول بالتاريخ من أصول شيعية بيت معوض كمان تفحصتنا الـ DNA مثل ما بتبحث ما بتبحث بيت جعجع تكشفون إن المتاولة أصل الأصيل من وين جايين بيت فرنجيين أفقتوا وبعدين دخلوا على سوريا عيشوا فترة طويلة بسوريا بعد ما خسروا الصليبيين وتجوز أحدهم بنت من منطقة سوريا بعدين لقى الحياة بيقولوا بلبنان أحلى زحف وجاء على شمال لبنان وصلوا لعنا ما على شي يعني جديد كتير بيت فرنجيين بزغرتي إذا ميشيل باك معوض صاحب الفقامي أنا لني مع بيت معوض ولني معوضر أنا باتفاق فرنجيين معوض أنا بخص بيت فرنجيين سياسيا عن جدود وجدود وجدود وبيجدة أحد الناس اللي كان مساهم نمبر ون بزعيم بيت وبلين فرنجيين بزغرتي لتمنى ولن أعمل من من هلو شي هان عملوا ديقا أي الميشيل باك معوض بتشوف إنه متاولة شيع إذن أعلنوا يعني عم تعلن سليمان فرنجيين سليمان فرنجيين بالصفة الشخصية غير مؤهل أن يكون وزير ولا نيب ولا رئاسة جمهورية غير مؤهل شخصيا هلو يعلم بنته وبيعمل منها نموزج ميت رئيس جمهورية بنيه هي البنت الطفلة إذا علم علوم وراحت على علوم عالية بدون العلم ما فيش يمشى إذن عمي حسين هلو فاجئن كلهم شو بدك جبرون بسيل وهال أنا بكش لك هن غمض عينيك بالوضع الحالي غمض عينيك وقل يفوت بجيبه ميشيل عان وهال كل هال بتسميه النواب معينين من عند ميشيل عان وبجيب لك كل المصريات اللي معانيها بره بعتقلهم هن وولادون ونسوين وانتي عارف هني بقدير فعمي حسين فيجئن فيه هني عم بيجيبوا جهاد أصعور فيجئن انتي قول لهم منمشي بميشيل معوض شيعي وابن شيعي وابن شيعي رغم تمرجلت على بيا انتي مكنت قرار من حافظ الأسى عميادة مغني ينفزها والأيكيب تبع يعني قطل الشيع وانتي بتعرف الدم ما بيصير بمي لا يمكن انه يتعرض مش بس لأليك ولا لحزبك يتفاهم معكن بأخسر حدود ولا يقبل باشتراك أي حكومي إلا ما تكونوا انتوا فيها ولا نياخذ قرار بدون استشارة الكتلة النيابية تبعك ها ها أكيد مني وإذا تسندو بعلم رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس ورئاسة الوزراء يترك مدرى العمين كل نقل قيادة الجيش يترك بها التعايد للمسيحي الإسلامي وما يقرب عليه وهذا اللي قبل منه من أبناء الطائفة الشيعية الكريمة المتاولة الرئيس أحمد باكل أسعد والرئيس يسفزان والرئيس عيد لعسيرون والرئيس صبر أحمد كان معاملين معادلين مع المسيحيين حتى مع السنة لما تسمع راشد باك أحمد يقل لك الحائو إذن أنت باللعبة السياسية إذا أعلن أن جهاد أزعور أعلن أنت يا ميشيل معه وفوت في عم بتقدم شخص للدولة منيح لا يمكن أنه يضرب سكين مجلس النواب بمجلس الوزراء بيعرضوا بيسلموا للوزراء بيقولوا نعطوني رأيكم بالجالسة القادمة بيخدر رأي شو قالوا النواب كل لأن أكدت إيجابية أم سلبية بيوديها فورا لمجلس النواب وبيطلب من جال مجلس النواب درسة بعيني فوقفة بيعدل وبيشيل بيسمع يعني عم بتجيب رجل دولي للمجتم ما فيك تطلع من المجتمع الدولي كم من المجتمع الدولي كمش اللعبة كله هلو من نسبة لقلي أنا لقليك رابط كتير حالك بإيران ولك أنت وإيران والسعودية عملوا سلام مع دولة إسرائيل بس هني بعيد نحن بالهلال الخصيب ما عنا حل إلا بالاتفاة مع دولة إسرائيل وأن نكون داخل المجتمع ولازم أنت تساهم فيه هلو هذا اللي قلط لك إذا بيط معوض 99% منه شي البيط الرعاية اللي بيخصوهم شي البيط شو اسمون فيه كم عيلة لأ منتويين اللي بيط معوض ولكن من أنا معوض أما 99% من بيط معوض متاولة 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 وعم بيحكي كلام راشد باك راشد باك حميدة عم بيحكي كلام مش معقول شو مهمة وبتمنى عليك محطوتي أنا على الفيسبوك والفيسبوك تبعي ببليك مين ما كان بيقدر يضق لوسن الأسحن ويعود يقروا شي هك عم قليك مشي في الدكتور جعجع عمله دي انا وتشوف متاولة ولا لا يعني يعني فيك توصول معا بالكلام بين مثلا خود هالمثل مني أنا اللي عم باتيكي وانتك بتعرف علو قوطي عملت أنا بإيدي ما حدا عمل لي إيهي ما عطع طولة حدا تأعمل أهلي جماعة بوسطيق مثل أهلك نعم أمك وبياك جماعة مثل نه مثل نفس الشي نحن ويهن نفس الشي وأكتريت اللبنانيين هيك عمي حسن نصر الله بين نبيه بره سمعي وحكمني فيه وقت البتريد بين نبيه بره وبين الدكتور سمير جعجع الرئيس المجلس نبيه بره والاستيس كمان المحامة والدكتور سمير جعجع وصاحب الفخام ميشيل باكم عم أنا بقوللي خود اتنين مثل هولو سميهن سينيه معاك لا بتقوللي أشو أشو ما أخذك على نبيه بري راح حكي لك الاسرائيليين دخلوا إلى بيروت لإخراج منظمة التحرير من لبنان مصلحتون ما بقول لا استراتيجيتون ما بقول لا كسر معنوياتون بشكل ملنمع أولى ما بقول لا يعني ما بنقش فيه ولكن طلب الرئيس ساركيس اتصل بالأستاذ نبيه بره وبواليد باك جنبلو على الأسر الجمهورة توعده يهون بحضور فليب حبيب الوسيط الأمريكي إلى لبنان وليد باك واضح وصريح لن أقبل بالشيخ بشير الجميع الرئيس جمهورية لبنان خصوصا المستفيد الأول من الدخول الإسرائيلي إلى لبنان هيا ليه تعتلوهم ليه تعتلوهم مرح غليت ليه تعتلين الغاية وليد باك جنبلو إذن صاحب مبادئ وآخل الخبيث والوصول اللي بيغش حافظ الأسر وبيخليه تبنيه انت فيك توزق فيه قال نحنا لحد يقلنا ويزيد علينا نحنا نحنا الجنوبيين يعني تعينينا كتير من الفلسطينيين وكانوا بين إيديهم بهيك الوقت الله رزق أنا الإمام مسصدر اضغطوا كلهم بمسصدر ولا كلهم كانوا مع عرفات منظمة التحرير والتنظير الكبير هذا مين نبيه بره ولي جنبلو طلق كان واضح إذن فيك توصق بوليد باك جنبلو ولكن ما فيك توصق بنبيه بره بتحط إيدك بمي بردة الدكتور سامير جعج عام ميشيل بات محوم تحط بيدك ميت البردة الدم ما بيصير بمي لبنانية المهمة هيدا وطن بيعرفوه وبيعرفو ميزان القوة بالوطن ما حدا بيتلع بره كلهن أبناء الوحيد وهني جزء منهم يعني مش إنه عم بيقولوا خدنا رئيسة الجمهورية أو خدنا وزير البوئيين لا جزء لك باب يفكوا زر ويتجاوزوا حدا من القوة السياسية من مجلس النواب كله ولا يمكن يعينه وزير بالحكومة إذا أنت ما كنته موفق على تعيين يعني أنت بتسمي من بدك للرئيس المكلف ولا بيعترضه هذا حقك صاحب كتلي كبيرة إذن ليت غلط حط بصميتك بالتاريخ لأنه التاريخ اللي جاي أنت بدك تكون بره إلا إذا صبعتنا مثل ما صبعتنا بترسيم ترسيم الحدود البحرية نتفاجأ أو أنك تعلن السلام مع دولة إسرائيل وتقوم بزيارة دولة إسرائيل كل شي ممكن بالسياسة السياسة مثل الحب لا دوما ولا أبدا نجا ماني تجور إذن أنت أنا واضح أنا مع دولة إسرائيل وأن نكون جزء من الكومنويلس ولا برجع فشخه أنا إنسان عادي ما عندي أولاد بس أنا خوفي على الأجيال اللبنانية أنت وفنزولا علم حافظ الأسد والنظام بإيران طيارتوا الناس هم وروحوا من هام وبيضلوا الفيس دين وانتوا حيك منه هاي دي بدك تغير ها للسياسة وإلا مفشي بزبور يعني شو هو جهاد أزعور سيبك من كل حكي عطريق جون عداد ركب الخيل الله ولو وإنه شو إذا أنا بالبنك الدولي أنا إذا بدي بعتذر عن هالكلمة وبتغفر لي هي أنت بتعرف الفوند منتير انترنسيونال مين بموله وبتعرف البنك الدولي وسأل لا قردير تعرفني ولا لو إذا بتقول ما بتعرف ني حكم منه أنا بطل بدي بقل بقل أعمل مستشور للبنك الدولي للتنين بس أنا مني مني ستانلي فيش رعيب أني أنا أقبل بشغلات مثل هون مني بهالوزن هايدي بالدرجلات فهو قال الشرق الأوسط بعت فيه مصري بيحكي عرب إني موظف عندهم عيش بيقضوا بياخر الشهر مش إنه معين لأنه يعينوا يعينوا الجروب تبع الحريرة إجي وقته وعينوا وزير مالية ما هو في ويد السانيورة جيوز كل الحدود جيوز بيت الحريرة هيدا بيسموهن اللي روسنا بيكبر نحنا منعض مع الناس ما بيكبر روسنا ولا ما كون كنت اتركت مرة الوجيه الكبير اسماعيل أبو خضرو بياخد رزق بو شكور رجق رجق رزق طنو السعيدة وانشي أنا وياه وكزدر لو أمتي هون ألزق ألزق حيث ترزق قلت له عرفته وانا مشيت أنا وطنو بدي امشي معه فرجي بريز طلع فيه هيك انو انت انسان بنضيعه بسيطة عقلك عقلك ضياعجة تتركني لك هالقصة أيها الزغرتوية سمعوا على الفيسبوك راشد باك أحمد ورجعوا وسمعوا هذا ووزعوه خلوا هالناس الجهال يا جماعة بالعلم وحده يحيى الإنسان الرئيس الرئيس بدي يكرره مليون مرة الرئيس شيمون بيريس القرن الواحد وعشرين قرن معلومات جيبوا المعلومات أنا عم بعتكني إياها بليش خدوة طبيعتها كون ماشي لويك انتي ماشي إلاك لك عمل سال لونفان وعنده بدوعة منيحة ورخيصه لأ انتي اسألتني أو هالقلوري عنده تبلوية رخيصه تقعد بالقهو يحكي كل شي كلمة الحلوة يستعاملوها اللبنانيين بصالوناتهم هي منا مثلا أول من قول عن نظام حوز الأساد خبس كذب احتيال غدر خياني قطر اني بيوسطوها للسوريين لكن هدا شو عم بيحكي إذا شو واحد معه فرنكان بهيكل وقت كان الأسماء اللبنانية عيسان فيرس أحدهم رأسهم بيروحوا لعندي سان فيرس وبيقولوله ايش ما نويل عشي ايش ما كان بيقبلوا فيه اللبنانيين كيس كيس وبعدين عشي بينبسطوا انه مقعدين مع عيسان فيرس أما ما بيقولوا إذا فيه كلمة منيحة هني بيعرضوها بالسلون هني بيفهموا عمي حسين هول اللبنانية أهلا وسهلا فيك سليمين فرنجي مقساة للبنان غير كفوق لقيادة شي ما بدك انت انت بتعرفه وانا بعرفه بحبه ايه بحبه ما بكرهه ليش بدي يكرهه ابن طوني باك فرنجي وانا جزء من هال من هال لعبة السياسية الاسمه بيت فرنجي انا جزء منه اما اما انا منسوب لسامير باك فرنجي هذا حقه حقه انا حب اللبندي حبه والدليل بتدفع تمنه او بتنتصر فيه بس هيدا الكلام الصحيح من هان من هان بقول لك امشي اختور ميشيل باك معود او الدكتور سامير جعجي اللي تغلط قبدا الدم ما بيصير امي اللبنانيين الجماعة متلك اما انت عندك مشروع خيالي كبير ما رح يزبط شي ولي رح يزبط شي بين السعودية وايران كبر عقلك انت بتعرف الايرانيين وانا بعرفهم قطل طولي احسن شباب بني صدر كان صديقي وقطب زدك كان صديقي وابراهيم يازدي كان صديقي واللي عرفني عليهم ايريك رولو كانوا بعد معاقضهم ما علا شي انا والشيخ محمد يعقوب كان معلم كبير لقالنا كنا نسمع طبعا تستعملوا الدولة حتى يسمع الصقب باك ويسمع الاخرين وينقل الدولة الحكمة هي هذه بتصير بين البشار مش معناتي بس كان مهم وفي شغلي صور بينه وبين موسى الصدر ببيت الدكتور صديقنا الكبير ومعلمي انا كمان مسيت اسمه بهالعمر بنسي كان ضابط بالجيش السوري بعدين مقلوه على الخارجية حطوه باسبانيا كان محمد عمران السفير انا زاك ببيته كان رجي سماحة الامام من من موسكو زيارة لموسكو بس ما بحكيه ما بحكيه يعني الشيخ محمد ما بحكيه نعم ببيت دوريات المفته اهلا وسهلا فيكون وتكرم عينيك عمي حسين اللي تغلط اللي تغلط اللي بقى تكبش بلاباس مسلمين فرنجية استفاد والله يعطيه وبنه صور نيب انت ابدا اذا اعلنوا جهاد ازعور علينا مشي الباك معه ولا ترد واعطي حقه انت اعطي حقه للدكتور سمير جعجع اثبت انه تعب تعب توصل حيله على الزعيم الماروني بالذات والمسيحية مش اخدا هيك تعب علي انا بفتخر فيه بس ما بعرفه ومع ببرم تقع تعرف علي ولكن انا مع الناجح لاني بقعد بالوال ستريت بمشي عاجري من جولدمن ساكس لمورغان ستانلي كل يوم مش اني هيك جاي من ورا البقر لا بحترمه بالنجاح بحترمه زعيمي وطنية كبيرة بأخلى وبقيم هذا صحيح هذا الكلام عن الدكتور سمير جعجع بأمر كون اهلا وسهلا في كون انا بسلي كون بقولوا لي بق تعمل فيديو طويلة بدي اشرح لكم اهلين واهلين في خطركم